طب نعمل إيه بقى عشان نتخلص بقى من الشعور بالخطر والمخاوف دي تعالوا مع بعض نحط شوية أعمال وشوية أفعال تخلينا نخلص من الخوف من الشعور بالخطر والخوف ده أول حاجة لما يجي لك الخوف تعالوا نعمل تدريب حلو قوي قوي لما يجي لك الخوف اذكر كام مرة انت خفت وحسيت بالخطر حسيت بنار الخطر تكاد تكون بتلهي بقلبك ايه اللي حاصل انت بتسمعني دلوقتي صح وانت كان مرة قلت ان حياتك انتهت وكان مرة قلت ان حياتك خلاص اتدمرت وانت قاعد قدامه وبتسمعني جمع الأوئات دي كلها وبص عليها كده واعرف ان ربنا اللي أمنك زمان سيؤمنك لان الله سبحانه وتعالى كريم لا يقطع وده ولا يقطع رحمته واذكر كام مرة فضلت خايف في ركن من اركان كده في ركن منزوي في البيت خايف ومرعوب بان حياتك خلاص بتنتهي وإن اللي حاصل وكل المخاوف دي عدت وما حصلش شيء انا اسألك سؤال سؤال بسيط انت عارفين اسئلتي بريئة ساعة ما انت كنت خايف ومرعوب وسايب حياتك كلها مين اللي كان بيدير حياتك مين اللي كان بيحميك وانت خايف مين اللي كان بيدير حياتك وانت مرعوب اللي بيدخل حمى مولانا سبحانه وتعالى حمى مولانا مكتوب عليها ومن دخل حضرة مولاه كان آمنا فإن الله يتولاه فادخل في حمى مولاك ادخل في حمى مولاك وما تخافش خوفك مش هيغير حاجة من الواقع لكن احساسك بمدد ربنا هو اللي هيخليك تفكر في الواقع بان الواقع فيه اكثر من كده فيه وسع وبالله عليكم الاجراء التاني ما تسمعوش من الناس اللي هم هيفضلوا يخوفوكم شركة المرعبين دي والناس شركاء الرعب ده اللي هموهم واحد بس الرعب فلما حد يجي رعبك ولما حد يجي يخوفك ويفضل يكتب انا اسألك سؤال عشان بس تفهم هو احنا حياتنا بتدار بالسياسة حياتنا بتدار بحاجة احنا حياتنا بتدار بيد الله فلما يجي حد يقعد يكتب يقولك وخلاص وانتهت وفسدت انا باسأل سؤال ومعك الله انت عملت شيء انت اخلصت وقمت بوجبك فانت ليه مرعوب كل الرعب ده على حياتك أليس الله بيكافن عبده انت فاكر ان أليس الله بيكافن عبده ان هو يدينه لا يجي فيه كل حاجة فليه انت عايش بهذا الشعور بالخطر والمخاوف بهذا الرعب يبقى اول حاجة اول اجراء قلنا ايه اول اجراء قلنا ان انت تعايش بايه تجمع تعمل التمرين اللطيف ده وتجمع كل مخاوفك وتذكر راحت فين المخاوف بقيته لانني عبد السيد وذهبت هذه المخاوف تاني حاجة ببساطة خالص لا تسمع الا من يذكرك بوسع الله الوقت ده هو الوقت ده تالت حاجة اذكر الله بس اذكر الله بطريقة مختلفة المرات مش بالطريقة اللي انت بتذكر الله فيها لما تيجي تذكر الله سبحانه وتعالى الا بذكر الله تطمئنه القلوب تعالى نذكر الله سبحانه وتعالى بطريقة تاني معناها ايه مش الا بذكر الله تطمئنه القلوب الا بذكر الله يطمئنه قلبي لا الا بذكر الله تطمئنه القلوب يعني الا بيقيني من ان الله يذكرني يطمئنه قلبي يبقى ربنا عمره ما ينساك أبدا ما ودعك ربك وما قال افتكر دايما ان الباقي معك ما ودعك ووعد افتكر انك لما تقول اللهم لا تكني الى نفسي طرفة عين ان معناها ان انت بتقول لربنا ما تسيبنيش لنفسي لا انت بتذكر ان الله لا يتركك ولا يكلك الى نفسك طرفة عين يعني بتقول لي مولاك يا رب اجعلني دائما ارى تدبيرك ولا تتركني لوهمي لكي يسيطر علي لأظن ان حياتي بغير يدك يا لطيف انت حياتك اللي بيدبرها هو اللطيف بك ولزيك بيحميك حتى من نفسك يبقى لما تذكر الله سبحانه وتعالى اذكر الله بمعنى انك ان ذكرك لله هو لانه يريد ان يوقزك بانه لم ينساك فيكون ذكرك لله ماذا تجلي من تجليات ذكر الله لك ساعتها تطمئن ان الله لم ينساك الحاجة الرابعة استمر في عملك ومتقفش ايه وعتتوقف عن العمل لانك لو توقفت عن العمل هتيجي لما تروح الشدة مش هيفوه صغير اللي استمروا في عمله ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال خير العمل ادوامه وانقل استمر في العمل ولا تقف الا يفراحوا اللي استمروا في عمله اشتركوا في القناة